انا مش مستاني في ماطشي الجاي الادي كسب يا جماعة يعني النتيجة اللي حزن في المتش الاولاني في راديس خلاص ولا sophomore كل ما فينا ونبر جماهير نادي الزمالك على النادي الاهلي واعلامي نادي الزمالك على النادي الاهلي واي حد بينتمين نادي الزمالك على النادي الاهلي مش هنشوف خير ابدا تحياتي لكل اخواتي وأخواتي الاهلقية فكل مكان يا رب تكونوا بصحة وبسعادة وفامان شفنا بالامس المباراة والتعادل كان يعني النادي الاهلي بيمنى النفس ان هو يخطط هدف فيه اخر دقايق ولكن النادي الاهلي خرج بالتعادل ودي نتيجة لها يعني سلاح زحدين لو جابوا فيك هدف هناك او هنا في القاهرة المباراة انتهت لو لعبوا على التعادل ولعبوا على ضربات الترجيح فانت برضو هيبقى يعني لا تلومنى الا نفسك لان النادي الاهلي كان قريب من الفوز مبارح وبرضو الترجي جات له فرص في منتهى الخطورة امام المرمى ولكن المباراة خرجت صفر صفر لكن يطلع علينا عمر قديم ويفضل ينقو ينبر ويقول لك ده خلاص كده او احد يقول للمباراة اللي جاية دي لها همية لا 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 يا باشا النادي الاهلي فاز النادي الاهلي خلاص انتهى انت تعال احتفل تعالى والكلام ده غلط خلاص الكلام ده غير مزبوط من اساسه حتى واق الجمعة في تصريح له قالك النادي الاهلي ما بيخسارش امام الترجي في القاهرة مش قاعدة يا كابتت انت ما بتلعبش خيال مقاته انت بتلعب فريق عارف بيعمل ايه حتى المدرب بتاعهم قال انا عارف هعمل ايه في القاهرة هيروس لك الاوتوبيس وعارف ان انت هيبقى فيه اندفاع هجومي عليك زي ما بيحصل مع اي فرق من وسط الجدول هنا في الدوري المصري لما اللعيبة بتقفل المباراة لما اللعيبة بتخطف هدف انت شوف انت كنت بتلعب مع البنك الاهلي كان شكل المباراة اللي خلصت اربعة ثلاثة كان ماتش شكله ازاي كان النادي الاهلي يعني سايب الدفاع تماما كونك ان انت بتتقدم انت عايز تخلص المباراة في وسط جمهورك وفي ضغط جماهيري هيبقى برضو العاطق او العبق عليك اكتر من الفريق المنافس اللي هو اصلا خلاص عارف هيعمل ايه عارف ان هو هيحط يركيلك الاوتوبيس هيلعب على المرتدات عايز الوقت يمر كل ما الوقت يمر بيبقى فيه نوع من انواع الارتياحية زي ما حصل في ماتش الامس بس تعالوا نطلع ونسمع ونشوف عمر اديب قال ايه والنق والنبر بتاع الزمال كوية اللي هيجيب لنا الفقر ازا كانوا هم فقروا فريقهم مش هيفقروا او مش هينبروا على فريق النادي الاهلي اللي هم بيمنوا النفس ان هو كان يخسر مبارح وكانت كان عمر اديب اكيد هيعمل فقرة واسترسل فيها ازاي النادي الاهلي خسر من الترجي التنسي تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا بس وانت في الفرق على الفيديو اخويا وحبيبي الاهلوي اخت المحترم الاهلوية ما تنسوش تدعمونا بالعايق وشير اول مرة تشوفوني اول مرة تخشوا قناتي تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتخترو كل الاشعارات عشان مرفضكم شعائي فيديو بنزل على قناتنا وقناتكم قنات كل الاهلوية الاهلوية على اليوتيوب يلا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا سيلا بنا قطولة افريقيا انا مش مستني الماتش الجاي الاهلي كسبي يا جماعة يعني النتيجة اللي حصلت الماتش الاولاني في رادز خلاص الاهلي خد الجطول يعني انتو انا عايز الناس تروح للاستاد الاسبوع الجاي يحتفلوا ويسلموا الكاس وينبستوا انا بهني النادي الاهلي من دلوقتي الاهلي بطل افريقيا المرة الاثناشر ولا التلاتاشر ولا الاربعتاشر الاهلي كده كسب خلاص يعني محدش يحاول يقنعني ويقول نستنى اما نشوف الماتش الجاي مطاط لها مفيش موقاتها انا بقول لحضرتكو انه الاهلي خد البطولة وكل سنة وحضراتكو الطيبين ويا جناب الكوماندا المهم تروحوا وتنبستوا في الاستاد ان شاء الله وترقصوا وتغنوا والماتش خلص والترجج خلص وكل عاية خلصة اهلا بحضراتكم مرة تانية شوفنا الراجل طبعا هو كلامه كله غل وهو اصلا كان مستني النادي الاهلي ان هو يسقط او ان هو يخسر باية نتيجة ده عمر اديب اللي كله غل يستيقل ان هو بياخد الموضوعية او الموضوعات بخف الدم وبهزار وبشو كده ده وظفته كاعلامي علشان حضرتك يعني ايه يبقى عندك فضول ان انت تتفرج عليه ولكن هو مغلول من النادي الاهلي وبينقى عن النادي الاهلي لا الترجي مش فريق سهل الترجي اللي اقصى من جنوب افريقيا نادي الترجي فريق مش سهل اسمع مني يا كابتن الترجي فريق مش سهل والمباراة مش سهلة المباراة مش سهلة المباراة كانت مبارح ممكن هما يختفوا هدف فيه كورة بتاعة ضربة الرأس اللي جات جنب القائم يعني كانت بينها ما بين الشبكة سنتيمترات كانت ممكن تخلص المباراة هو كان خايف منك ان انت تجيب فيه هدف انت لو كنت جبت هدف فيه كنت تتفرجت على المباراة وجمالها كان هيبقى فيه مباراة تانية لو النادي الاهلي جاب هدف او الترجل جاب هدف كنت هتتفرج على مباراة تانية خالص غير المباراة العقيمة اللي حضرتك شفتها غير المباراة اللي هي كلها خوف النادي الاهلي خايف من الترجل خايف في الترجل يجيب في جن والترجل كان خايف جدا ومرعوب ان النادي الاهلي يسجل فيه هدف على ارضه لان حضراتكم عارفين قعدت الهدف باتنين في حالة التعادل لكن كون ان عمر قديم يدي طمأنينة للعيبة ويدي طمأنينة لجماهير النادي الاهلي اللي المباراة خلصت والبطولة في جبل النادي الاهلي فهذا خطأ جسيم ماينفعش نمشي وراه المباراة صعبة جدا 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 ايوا يا فنم صعبة جدا جدا وانا من توقعاتي ان المباراة هتبقى اشبه بمبارايات النادي الاهلي لما بيلعب مع فرق بترسوا الاتوبيس والنادي الاهلي يفضل يطلع عينه عشان يجيب هدف هتشوف الكلام ده وهتلاقي المرتدات وهتلاقي اللعبة على الاطراف والكرات الطولية كل ده هيلجأ ليها الترجي فيه هو هطيارلك الفراودة هطيارلك الجناحين بتوقعه وقت الهجمات المرتدة وهتشوف السرعات هتفرق فلازم يبقى فيه تمركز دفاعي جيد من لعب النادي الاهلي ما بقاش فيه اندفاع بشكل كبير لوسط الملعب والمدافعين على حساب التأمين الدفاعي ده لازم يبقى فيه لينك كده وتواصل ما بين مصطفى شوبير وما بين دفاع النادي الاهلي وبنقول للاخ عبد المنعم اهدى وخلي لعبك هادي شوية بلاش العصبية في اللعب واضح كده ان فيه حاجة واخدأ تركيزك سيبك بقى من مش عارك مين بيفوضك والفريق الفلاني بيفوضك لو انت عايز تحترف النادي الاهلي هيخليك تحترف مش هيقف في طريقك النادي الاهلي ما بيقفش في طريق اي حد لكن في النهاية لازم عندك نوع من انواع السبات الانفعالي والتركيز في المباراة وبعد افريقيا عايز تروح اي مكان النادي الاهلي عمره ما هيقفة طريقك بالعكس ده النادي الاهلي هيدعمك شوف كل اللي كان عايز يخرج اعراض او يخرج بها نهائي حصل بس من خلال تركيزك مع النادي الاهلي والبوابة الرسمية للنادي الاهلي هي الاحترام اولا والتفاهم ثم الاحتراف بعد كده لو انت عايز تحترف لكن انت لازم تأدل عليك طول ما انت موجود في النادي الاهلي ما فيش حاجة تشغل تفكيرك او تاخد تركيزك في المباراة احنا بنقول للعمر قديب وكل من على شكلته المباراة لسه ما خلصتش لسه في 90 دقيقة النادي الاهلي راح خد كأس دوري ابطال افريقيا كان على حساب الصفاقس التونسي في عقر داره في تونس فالنادي الاهلي مش بمنأة انه ممكن الترجي لقدر الله يفوز على النادي الاهلي في مصر في القاهرة لا اوعى تسلم عقلك يا جمهور النادي الاهلي ويا لعب النادي الاهلي ان المباراة خلصت المباراة لسه في الملعب وربنا يسطر من المباراة القادمة لاني انا مش متطمن انا مش متطمن واخدوا الفيديو ده واحفظوه عندكم وخليكم فاكرين كلامي النادي الاهلي هيلعب لعبه الاساسي لعبه العادي ولكن الترجي ليس بالفريق الهي عمر قديم والجمعة يا جماعة ما ينفعش ان انت تدي احاء للجمهور وللعبين ان المباراة انتهت لا لسه المباراة فيها كلام انتهى الفيديو بتاعنا اسف جدا للاطالة كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي والسلام عليكم